أعوذ بلاني وحطار جيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل بي الوحدة الثانية عشر التلوزي من بيضات بيستيسايز أبوليوشن ووصل للشرح المقاطع لهذه الوحدة تأثير من بيضات على الحشرات النافعة effect of بيستيسايز or useful insect تأثير من بيضات على الحشرات النافعة يتلخص صلاتي تقتل من بيضات الحشرات التي تلقح النباتات وتزيد إنتاجية المحصول وأيضا قد تقتل من بيضات الحشرات معينة وهذه يأتي إلى ظهور أخرى لا تتأثر بها أثبت الدراسات أيضا أثرها الضار على الناحل وهو من الناحل من الحشرات المفيدة وهنا أيضا نتناول في هذه الشريحة تلوز التربة بالمبيدات soil pollution with pesticide وتتلوز التربة باستخدام البيدات لبقاءة المحاصيل وهذا تلوز غير مباشر في هذه الحالة وهناك تلوز مباشر عند استخدام البيدات لمعالجة التربة يتوقع بغاءة المبيد في التربة على نوعه وتركيزه أي النوع والتركيز يحددان طول مكوس المبيد في التربة استخدام المبيدات بإمرار يغضي على خصوبة التربة لأنها تؤدي إلى قتل بكتير الخصوبة في التربة وهذا نوع خطير من عمليات الاستمرارية باستخدام المبيدات في التربة لأنه يغضيها خصوبتها تمتص المحاصيل المبيدات من التربة أيضا المحاصيل المتصاصة للمبيدات من التربة أيضا آخر من التلوز فإذن اليوم لخصنا بشكل عام التلوز المبيدات المبيدات تلوز أي تؤثر على الحشرات أقصد المفيدة وتغطولها كذلك وأيضا كيف تلوز التربة كيف تلوز التربة وعلاقة الملوثات أي المبيدات هنا بشيئين مهمين هي الحشرات المفيدة والتربة بهذا النصر لنهاية هذا المقطع ونواصل في مقاطع أخرى للشرح هذه المعدة إن شاء الله شكرا